أمينة. حبيبتي. بدايتك تمثيل مش غنى. آه. صح؟ آه. دي صفتي التمثيل براحت الول. آآ هي حكاية طويلة جدا هاختصرها لك في حاجات كده. آآ جيت مسكندرية على أساس المعهد العيل في نور المسرحية. آآ درست وكنت المفروض ان انا ابقى ممثلة يعني. يعني انا مسلت آآ بس يعني برضو يعني حتة التمثيل دي ما مفردتش معي زي ما انا كنت متخيلة يعني. فقابلت حدي يعني وصوتك وكذا واحنا عاديين في المكان. طب قولي موال طب قولي معرفش ايه. آآ استمعني يا أستاذ عبدالله الرويشيد. آآ. فقال لي هو عنده كلمة كده معينة. قال لي بو حامد. فقال بسيط قوي كده. قال لي قلتي موال خلتيني اشعرت. فقالت له ربنا يخليك. استاذ دي يعني شهادة كبيرة جدا. المهم يعمولي معاد مع حد كده كان قاعد معاه. قلو لا دي تعرضها على طول على أساس طارق وكده فروحت عجبته عملنا أول أغنية لعدة الغزال في هايك والتي سابن كنت بالنهار في المعهد وفاق الفخراني وبالليل أمينة يعني آه يعني اللي هو الصبح على تاكسو بالليل زي ما تشعرين فالدنيا مشيت معاها كده وابتديت بقى لنا اشتغل لايف كتير بالليل وتعرفته حسيت ان الحتة دي خدتني أقل بتاعتك لقيت نفسك فيها بالزبط يبقى كده يروح لمن التمثيل للغوان بس هو لا بس هو الموضوع حصل اي بقى فيه يعني هو ربنا بيعمل حاجات كده ياسمين ان انت مطربة وبعدين تتشهري وبعدين يغدوكي يتمثلي وده اللي حاصل موضة حصلت عارفة بس أنا في الأول وفي الآخر أنا اللي هو كلما يجي الموضة يا أمينة لأن من زمان قوي المغنيين بيمثلي يعني عبد الحليم وعبد الوهاب هو دايلا مراد مغني مستل الأول خالص بس عارفة ميرنا حصل طفرة كده في النص ان كان فيه حد كل حد بيشتغل شغلته حصل كده فترة كبيرة جدا فكان فيه كل حد بيشتغل شغلته بتخصص فبيعمله لا جات بقى رجعت بقى الحاجة حاجة ان دي مطربة ضربت لها أغنية يلا نعملها كذا ده مطرب ضربت له أغنية يعمل كذا وده اللي حاصل مطربة انت مطربة ماشاء الله ده ليش الموضوع التمثيل انت معاي في كل أعمالي لأ أنا كمان مثلت عارفة مثلت برضو لما عمل دور كبير مع طبعا نجمتنا الجميلة حنان تورك ده طبعا حاجة كبيرة ولما عمل مع أستاذ باسم صمرة وحبيبتي وأمي فيفي عبدو وهيفق وحبي طبعا حبيبتنا كلنا لا فيه أنا مثلت عملت حاجة كتير بس طبعا الوقت ده كنت لازم أفكر هعمل ايه فالله يفخدنا أكتر ويعني ما يعرف القصة دي كويس ومع هندي كمان كان لديك حاجة مع هندي ما أعملت مرهي الأحار مع هندي أعلم على الألوية تكون قد أفي عملت ثانية كتبBeat اه أعملت آخر حاجة كتب حصل خير وعملت شخصية رأفة بأ bla بتحبني فوزي من để